في ترترة جديدة لعبد المجيد تبون خلال اجتماع عقده يوم الخميس 19 يناير في الجزائر العاصمة حصر الرئيس الجزائري عمليا كل السياسة الخارجية لبلاده في مثالة الصحراء لن نتخلى عن الصحراء مهما كان التمن حتى الان وصل هذا التمن الى اكثر من 500 مليار دولار في الوقت الذي لذلت الجزائر تعيش في التخلف هناك هوث وحمقات قد تقود نظاما والدولة التي يقودها الى منطق انتحارية هذا هو الحال مع مسألة الصحراء المغربية بالنسبة للطغمة العسكرية في الجزائر هذا الملف لا يعكث فقط الكراهية المقيتة التي يكنها النظام للمملكة المغربية بل تم وضعه كأساس لكل السياسة الدولة الخارجية وهذا امر خطير للغاية فقدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مرة اخرى مثالا على ذلك كان ذلك يوم الخميث التاثع عشر ناير الفين وثلاثة وعشرين في الجزائر العاصمة من خلال خطاب القاء في افتتاح لقاء الحكومة والولاة في هذا الخطاب لم يكن تبون يخرج عن النص المكتوب الا من اجل ان ينخرط في نوع من الهذيان والترترة امام جمهور مطيعة وتحت نظرات قائد الجيش سعيد شنغريحة قام تبون برياضة المفضلة الترترة اذ كان الخطاب يجب ان يركز على حال الامة فلا يمكن للرئيس الجزائري ان يترك مثل هذه الفرصة تمر دون ذكر السحراء وهي بالتأكيد النقطة الوحيدة على اجندة السياسة الخارجية الجزائرية اما حديثي عن القضية الفلسطينية فلن يغير من الامر شيئا وفيما يتعلق بالصحراء كانت تبون واضحا لن تخلى عن الصحراء مهما كانت تمنى انتهى الزمن الذي كانت فيه مسألة الصحراء لا تعني الجزائر التي ترفض حتى المشاركة في الموائد المستديرة التي قررها مجلس الامن الدولية تبون يقرر ان الصحراء قضية وطنية للجزائر ولن تتنازل عنها مهما كانت تمنى وصرخ بأعلى صوته لديهم الحق في تقرير المصيرة صفحة القرن التاثع عشر طويناها باستقلالنا نحن بحاجتنا لتقرير المصيرة لقد دافعنا عنه في تيمور الشرقية وجزر القمر ولكن في الصحراء أصبحنا أعداء الملف على مستوى لجنة تصفية الاستعمار بالأمم المتحدة برنامج ضخم لديكتاتورية عسكرية في بلد يعاني من نقص الحليب حيث أدى نقص اللحوم إلى ازدهار مسالخ الحمير الثرية وحيث تدبح القطط وتباع كلحوم أرانب إلى جانب المواد الغذائية النادرة أو باهدة التمن لا يمكن أيضا الحصول على الأدوية ويجب على الجزائريين الاعتماد على الجزائرية الشتاتة للحصول على الأدوية أو الموت لكن لا يهم الثمن الذي ستدفع الجزائر لأن الأولوية للصحراء وعصابة البوليساريو وفيما بعد سيفكر نظام الجزائر في إطعام وعلاج الشعب الجزائري الجزائر كدولة وشعب دفعت ثمنا باهدا بالفعل في قضية لا تعنيها من الأساس لقد كلف خلق وإيواء وتسليح ودعم انفصالي البوليساريو ديبلوماسيا ما لا يقل عن 500 مليار دولار وهي الأموال التي استثمرت في مشاريع التنمية لا غيرت البلاد لكن ماذا نقول عندما تسود كراهية المغرب والرغبة في المث بوحدة ترابه وعندما تكون الأولوية بالنسبة للطغمة العسكرية ليست لبناء بلدها بل تدمير بلدان الآخرين وستستمر الجزائر في الإنفاق ببذخة مدام هذا المنطق هو الثائد لدى حكامها وويل للأصوات القليلة التي تندد بهذه الجريمة التي ترتكب أولا وقبل كل شيء ضد الشعب الجزائري كان الرئيس الثابق لجبهة التحرير الوطنية عمار ثعيداني قد تجرأ على قول ذلك في عام 2019 من خلال التأكيد على أن الأموال التي أنفقت على مدى خمسين عام لتمويل البوليساريو كان يجب أن تخصص لتطوير المدن الجزائرية ودافعنا الصحراء التي يقدم فيها النظام كل جهده وموارده كانت تاريخيا جزءا من المغرب وأن بطروا كان نتيجة الاستعمار والنتيجة طالبت الطغمة العسكرية برأسه في دول الخارج خرجة الرئيس تابول لها ميذا هي أنها تذكرنا بالأولويات الحقيقية للنظام العسكري الشيوعي الجزائرية الحفاظ على مناخ التوتر مع المغرب وتدميره وويلون مرة أخرى إذا كان لدى الجزائريين بدورهم هاجث واحد فقط مغادرة الثفينة الجزائر قبل أن تغرق في مقال رأيي نشرته صحيفة لوفيغارو الفرنسية يوم الثامن يناير الفين وثلاث وعشرين لم يقل كذافيدي ريانكورا الثفير الفرنسي السابق في الجزائر أي شيء آخر عندما تحدث عن أن خمسة وأربعين مليون جزائرية لديهم هوث واحد فقط المغادرة والهرب على وجه الخصوص إلى البلد الوحيد حيث لكل جزائري عائلة للهرب من بلد حطمه الاختيار الكاريتية لعام 1962 والأثمة الاقتصادية والفساد الناجمة عن ريع النفط وإحباط ليس فقط نخب المدن الكبرى في الشمال ولكن أيضا أهل القرى والجزائر العميقة غالبا ما يقال أن النظام في الجزائر يحتاج إلى خلق عدو خارجي ليستمر لكن هل هذا هو الحال حقنا عندما نرى رئيسا جزائريا يؤكد أنه لا توجد حدود ولا تكاليف للنظام في الجزائر عندما يتعلق الأمر بمعاكثة الوحدة الترابية للمغرب هذه مسألة كراهية مرادية مرد عضال وميل إلى الانتحار فقط لمنع الآخر من اكتثاب الزخم مع قولة تبون مهما كان التمن يعرف المغاربة ما ينتظرهما بعد التواطئ المريب لسامويل ايتو الذي قلب رأيه مليون بالمئة من الجزائر التي مرغته في الثب والقدف بعد إقصائها من الكاميرون وعاد ليدخل الجزائر كالعريس بعد اعتذار الأخير لما اقترفته من أخطاء ويقلب رأيه بالكلام المعثول إلى حد استمالته بدعم الجزائر في ملف ترشيحي لتنظيم كاثة إفريقيا الفين وخمسة وعشرين يأتي اليوم نجم ليبيريا ورئيس بلادها جورجوية ليدعم المغرف تنظيم نهائية كاثة إفريقيا لسنة الفين وخمسة وعشرين وكدب الرئيس الليبيري جورجوية ما تداوله إعلام نظام العسكري الجزائرية بخصوص دعمه لاحتضان الجزائر لمنافسات كاثة إفريقيا للأمم الفين وخمسة وعشرين ووصف الرئيس الليبيري جورجوية في تصريحات أوردها الموقع الرسمي للحكومة الليبيرية ما سبق الترويج له من طرف إعلام العسكرة بالأخبار الكاذبة والمضللة وأعرب ويا في ذات تصريحات عن دعمه الكامل والقوي للملف المغربي على غيره من الملفات وهو ما أكدوا كذلك للحكومة المغربية وقال الرئيس الليبيرية ليبيريا تؤيد وتدعم بشكل كامل محاولة المغرب لاستضافة كاث الأمم الإفريقية الفين وخمسة وعشرين لقد قدمت هذا الالتذام للملك محمد الثادس واستجهدوية بالاستثمارات الرائعة التي يوصل المغرب وضعها من أجل تطوير كرة القدم مما يجعل وتستحق فرصة لاستضافة أكبر ميرجان إفريقية لكرة القدم وقال أول وآخر لعب إفريقية حصل على الكرة الدهبية سنة ألف وتسعمائة وخمسة وتسعين إن المغرب جلب فخرا كبيرا لإفريقيا في نهائية كاث العالم التي انتهت لتويا في الدوحة قطر وعلى هذا النحو يجب على إفريقيا تكريمه بحق استضافة كاث الأمم الإفريقية ألفين وخمسة وعشرين وفي خبر آخر باشرت البحرية الملكية المغربية بتعاون مع شركة أمريكية منذ ألفين وواحد وعشرين بتثبيت نظام متطور يعمل على الأمر والتحكم والاتصالات وأجهزة الكمبيوتر والاستخبارات لإيطاء نجاعة أكبر للعملية الميدانية للبحرية الملكية في انسجام وترابط تام مع باقي أفرع القوات المسلحة الملكية وحسب منتدى القوات المسلحة الملكية من المنتدر أن تنتهي أعمال هاتف العملية في الربع الثالث من سنة ألفين وثلاثة وعشرين وذلك في إطار تطوير أنظمة الاتصال والتحكم والقيادة بمختلف أسلحة القوات المسلحة الملكية والهدف من ذلك هو زيادة الكفاءة للعملية الميدانية بالتنفيق مع باقي أفرع القوات المسلحة الملكية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة